السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أبنائنا الطلاب نواصل حديثنا عن عمليات الفصل تكلمنا عن الفيلم والمتسجيل السابق عن الهيراركي of separation technologies الشكل حقيقة يستعرض تقانات مختلفة للفصل ranging from physical, evaporation, distillation, separation, the absorption, the crystallization وبصورة عامة نجمل عملية الفصل بواسطة solid liquid extraction من حيث العوامل التي تأخذ من حيث التصميم من حيث ظروف التشغيل هذه النظرة هامة جدا إذا كان لدينا عملية فصل نحتاج إلى تنفيذها نحتاج أن نعرف which is the simplest technique for separation to go for it كل ما زادت تعقيد عملية الفصل حقيقة كل ما زادت التكلفة التشغيلية كل ما زادت التكلفة الإنشائية لعملية الفصل وبالتالي تأثرت التكلفة الإجمالية للمنتج فthe easiest the separation process the more applicable it is in real life and industrial situation لازم أبناءنا الطلاب أن يعرفوا بأن الجانب الاقتصادي هام جدا في تقييم أي طريقة فصل نستخدم من أجل الحصول على المنتج المطلوب بالنظر إلى liquid-liquid extraction liquid-liquid extraction دائما بنبدأ بتعريف ما هو liquid-liquid extraction ببساطة يمكن أن نقول بأنه liquid-liquid extraction is a mass transfer operation هذه النقطة هامة جدا it is a mass transfer operation هذا يعني بإنه we don't have any heat going or leaving the system وبالتالي نستطيع إنا نقول بإنه economically طالما liquid-liquid extraction it does not involve the addition of heat it is a more reliable it is a more cheap separating technique فهو عبارة عن mass transfer operation ما الذي يحدث في هذه الoperation we have a liquid solution هو عبارة عن feed هذا الفيد يتكون من مجموعة من المكونات A, B و C هذا الفيد يوضع in contact with an immiscible or nearly immiscible solvent لدينا immiscible solvent لدينا feed مع immiscible solvent immiscible أي متى ما وضع هذا solvent مع الفيد تحصلنا على two layers they don't mix together وحتى if they mix together this mixing is very seldom ولا يحدث بصورة كبيرة أفضل مثال للشكل اللي أماننا هو خليط الماء والزيت فنجد بأنه يتكون طبقتين من the two liquids هذا الشرط هو الشرط الأساسي لعملية الفصل أيضا الفيد يوضع in contact مع the immiscible solvent tawa يكون لدى هذا المسابج Solid هذا الصالفانج لدى هذا الصالفانج affinity هذا الصالفانج يكون له إلفة 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 نحو أحد مكونات الفيد هذه الإلفة تسمح لهذا الصالفانج بنزع هذا المركب من الفيد والاحتفاظ به معه وبذلك نكون أنجزنا عملية الفصل وسحبنا المادة التي نبحث عنها من الفيد ووضعناها مع الصولفانت بأي شكل وبأي صورة أخرى